انقلبت كل الموازين وتبعثرت حسابات المواطن بصورة عامة بعد قرار البنك المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي فلم يعد بوسع أحد تحمل عباء ارتفاع أسعار صرف العملة الصعبة التي انعكست بصورة سلبية على واقع المواطن خصوصا شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود لأسيما أن هذا القرار تسبب بارتفاع أسعار أغلب البضائع والسلع في السوق العراقية والله ما أقول لك شاء الله الدولار هذا ارتفاعها ماكو اوشي وارتفاعها مفاجئة وارتفاعها مطبيعي يعني كنا احنا عالمية وخمسة وعشرين كان الوضع شوية ما استقر بدأنا نشتغل بدأت كورونا الجارحة الفيروس يروح بدأت العالم تستقر بدأت هذا جتنا هاي الكفخة يعني صدق كفخة يعني هذا الصعود مال الدولار سقطت للسوق سقطت يعني ستنمي وصرا في بيع بشكل والشركات الصعرفات تبيع بشكل وما تفتهم وكل ساعة سعر كل ساعة سعر يعني الدخلة طبعا المواد الغذائية كلها راح تصعد كلها أقول لك شغلة من الأخير كل هاي الفرات هاي برأس المواطن حبيب الدولار العراق الساعة شوفت الوضعية ما للسوق هنا تأثيرات ما لتبيع وشرة هنا ماكو صعد الدولار يعني سبب ضرب الدينار العراقي انخفض الدينار العراقي هنا عدنا شوفوا وضعيات السوق يعني لا واحد يجي يسوق البضايا بقع تنفسه يتأذى بها الفقير وهاي وضعيات نحن حاليا أصحاب المحال التجارية تأثرت أعمالهم أيضا بسبب قرار خفض العملة المحلية التي أدت إلى ارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية وغيرها إذ إن الأسعار ارتفعت ما بين 50% إلى 100% لبعض السلع والبضاع مما أدى إلى توقف أغلب الأعمال الحرة تأثرنا حيل حيل السوق يعني أنت سوقها كلها بالدولار المواطن من يجي تقولها ساعد الدولار ما يصدق هذه الوحدة الثانية أنت كسرت دينارك يعني الدينار ما لك وقعته ما أعرف أنا من المسؤولين والأمر يعني واحد يساعد الدينار ما له ينزل بالنسبة أي شي صعد ما على البضاعات الأسواق ونحن نحن تبعر هذا سوق باب الشرجي كله بالدولار فتأثرنا حي التأثر وإن الناشد يعني يصولنا حل يعني تشتري لك حاجة إننا نشتري 500 بيحة بلف سمين قاحة بلف زيني بيش ريت بيحة زيني العالم بتعرف هذا سعر هباليف جان حسد قليها بالدولار صعد ما تمشي وظلينا وتأذينا هذه هي صارنا أسبوع على الوضعية لا شغل لا عمل ومن كل النواع يعني ما أعرف شو لازم الدولة شوفنا حل شوفنا يعني هاي الشغلة بهذلة والله العظيم تبهذلنا وحقاد الله تبهذلنا خبراء الاقتصاد انتقدوا خطوة الحكومة لسد العجز المالي الذي تعاني منه البلاد عن طريق إقرار مثل هكذا قرار من دون سابق إنذار أو على الأقل التمهيد له بحسب وصفهم لا سيما أن أغلب البضاع الموجودة في السوق العراقية مستوردة من دول الجوار عن طريق العملة الصعبة هذا يؤثر على الشارع العراقي ممكن أن يكون هناك اتفاع الأسعار هناك تبادلات تجارية تعتمد على العملة الصعبة وبالتالي هذا غفع ممكن يؤثر على القطاع الخاص على التجار بالإضافة لأن هذه الخطوة كان يفترض أن يكون هناك مقدمات لهذه الخطوة لتفعيل بعض القطاعات وكذلك تقليل الاعتماد على العملة الصعبة وممكن أن لا يؤثر بالإضافة إلى تفعيل القطاع الخاص الصناعة المحلية كقطاع الصناعة والزراعة وقد أصدر البنك المركزي قرارا بطلب من الحكومة الاتحادية برفع سعر صرف الدولار الأمريكي لتعويض العجز المالي الذي تعاني منه البلاد قرارنا ثار جدلا واسعا بين الأوساط الشعبية والأكاديمية والنخبوية لا سيما أنه تسبب بإرباك الحركة التجارية في السوق العراقية إضافة إلى تضرر أغلب شرائح المجتمع نتيجة ارتفاع الأسعار لبرنامج حديث الاقتصاد أحمد فيلي بغداد شكى بصريون من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية على خلفية قرار خفض قيمة العملة العراقية مقابل الدولار الأمريكي الذي بات يتحكم في السوق لتشهد ركودا واضحا بعد أحجام المواطنين على شراء المواد والسلع التي يحتاجونها إلى النصف كانت أسباب الناس الذبها مثلا على التاجر هو ليصعد السلع الآن لا تاجر يصعد السلع الآن الدولة فوقها شنو السبب الدولة؟ الدولة صعدت الدولار التاجر نفس السلعة عدة ونفس أسعارها التاجر يقول لك أنا سلعتي نفس السعر أبيحها البضاعة ماتة التاجر يقول لك جيب لي دولار تاخذ بضاعتي بنفس الدولار بس من تجي أنت هنا تحولها للعراقي اللي كانت خينقول بألفين أو بثلاثة وصل السعرها للستة لاف معنيون بالشأن الاقتصادي انتقدوا قرار الحكومة برفع سعر صرف الدولار الذي أضر بالشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود وانخفاض القدر الشرائية في الأسواق واستغياب الضمانات الحكومية التي تضبط الأسعار وتمنع المستغلين من التلاعب بها رفع وتخفيض سعر دينار العراقي أمام الدولار الأمريكي هو سيضر بسلة غذاء المواطن العراقي لأنها مستوردة من الخارج وبالتالي ستكون أسعارها تختلف عما كانت عليه عندما كان سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما يقارب 1119 دينار وبالتالي ستنعكس بشكل واضح على الفئات التي هي أكثر تضرراً والتي تسمى بالفئات الهشة إذا ردنا أن نتحدث بصراحة لا يوجد تخطيط ولا توجد استراتيجية واضحة سواء لهذه الحكومة أو الحكومات السابقة قرارات فردية شريعة بدون حسابات وبدون تدقيق ويتحمل المواطن العراقي وزر الأخطاء الحكومية وتخبطها برسم السياسات الاقتصادية الفاقدة للرؤى التي دائماً ما تضع مصلحة المواطن في الخانة الأخيرة من حساباتها لحديث الاقتصاد ستار المنصوري البصرة في الموصل وعلى أرض معرض نينو الدولي مهرجان تخفيض الأسعار بمشاركة كبرى الشركات المختصة المهرجان حمل عنوان تخفيض الأسعار دعماً للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به البلد حظرنا الصباح هذا اليوم حفل افتتاح مهرجان تخفيض الأسعار وشارك فيها شركات عديدة تختص بالكهرباء ومواد المنزلية والبسة والمواد الغذائية في الحقيقة فيما رأينا وصرنا جداً ونحن كحكومة محلية نشجع هكذا المبادرات في مدينة الموصل ومحافظة نينوة ومن خلال قناة كنا طالبوا التجارين بعدهم رفع الأسعار في مدينة الموصل ومحافظة نينوة وفي نفس الوقت من ثمن دورنا القائمين على فتح هكذا المعرض ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدنار العراقي أثر وبشكل مباشر على هذا الحدث الاقتصادي فالتخوف مما هو قادم جعل الإقبال قليل نوعاً ما وأربك المشهد في عموم المحافظة كلش أذانا ارتفاع الدولار لأن احنا متعودين يأخذون الزبائن على هذا السعر فهنا غلت عندنا حتى المواعين السفرية غلت عندنا المواد الغذائية غلت عندنا فهنا لازم نغلي احنا هم الأكلات فهنا زبائن ما قبلت الصور قمنا نبيع بالأكلات الأسعار القديمة فهي أثر علينا وخسرنا بها أقيم هذا المهرجان بالتزامن مع آخر المتغيرات الاقتصادية التي طرأت في العراق وجاء لتقديم الدعم لأهل الموصل الذين يعانون بالأساس من بطالة وشحة في العمل هذا المعرض كشيء نموذجي ونفتقر لهذه المعارض والحمد لله انفتح هذا المعرض لبين النماذج الموجودة والمنتجات في محافظة نينوة والنسبة لوضع الاقتصادي يعني لا بأس بي رغم ارتفاع سعر الدولار فأكو أغلب المنتجات والبضايع وبعض المحلات ما رفعوا يعني أسعار أو أسعار مثل ما يقول طفيفة النسبة لنا نحن ارتفاع عندنا الورق فعدنا مثل مكدوس زيتونات يعني ليلون ببيات يعني فرق عندنا في سعر الدولار بس ظليته على سعري هاي أول مرة نشارك فيه معرض صراحة معرض حلو بس حركة ضعيفة بسبب ارتفاع سعر الدولار هناك خوف من قبل الأهالي يعني على وضاع مادلع وخاصة أنه أكو كلام أنه حضرت جوال فعاد شوية تخوف من قبل الأهالي لبرنامج حديث الاقتصاد محمد طلال زاقروس تيوي تم اختيار هذا الموقع مشروع محطة الحامضية 400 كيلو فولت كونه موقع مهم استراتيجي يقع وسط بين محافظة بين مدينة القضاء الرمادي وقضاء الفلوجة سيوفر هذا المشروع عيدي عاملة وسيكون نقلة لمحافظة الأنبار وللعراق بلدنا العراق الحبيب إن شاء الله مدة المشروع هي 24 شهر تم البدء في المشروع في منتصف شهر 11 محطة كهرباء الحامضية محطة هي تحويلية محطة من 400 تيجي كهرباء من بغداد تطيخ خطوط للفلوجة تحول الكهرباء من 400 إلى 132 تطيخ المدينة الفلوجة وتطيخ للرمادي هذا المشروع طبعاً راح يساهم بصورة كلتشبيرة على إنه يرفع مستوى تجهيز طاقة الكهربائية خاصة مناطق الرمادي وفلوجة ضمن موسم الصيف العالم اللي حالياً قاعدت عاني من عدة إنه انقطاع فترات الكهرباء بالصيف كلش عالي بسبب عدم وجود محطات كهرباء تحويلية هذا الشي حالياً قاعدت نفتها شركة سيمينز شركة سيمينز قاعدت نفت المشروع صالح وزارة الكهرباء ضمن مديرية فرع نقل الطاقة الكهربائية منطقة شرق الأنبار باشرة وزارة الكهرباء ومديرية قاطع شرق الأنبار من التعاقد مع شركة سيمينز الألمانية بإنشاء محطة 400 كيفي في منطقة الحمضية تعتبر هذه المحطة من المحطات الستراتيجية في الأنبار وهي الأولى من نوعها لزيادة تجهيز الطاقة الكهربائية فيها المحافظة فيها عدة خطوط في التوزيع في شرق الرمادي والجنوب والشرق الرمادي بالإضافة إلى خط السقلاوية وخط لمدينة الفلوجة سام هذا المشروع بدأنا في هذا المشروع في منتصف الشهر 11 سنة 2021 وسيتم الانتهاء منهم بإذن الله في نهاية 2021 حضرنا هذا اليوم كممثل عن سيد محافظة الأنبار للمشاركة في هذه الندوة الحوارية التي أقامتها دائرة تقاعد الأنبار لطرح كثير من المشاكل التي يعاني منها المواطن وإيجاد الحلول لها إن شاء الله هذه الندوات مهمة جدا لإبراز وتشخيص الخلل في عمل الدوائر وبالتالي سيضعنا أمام نتائج إيجابية وهذا الجهد يجب أن يتم بتعاون المواطن والوجاهات الاجتماعية والدوائر الخدمية وكل من يعنيه الأمر لأن هذه الدائرة تلامس حاجات المواطن بشكل خاص وخاصة شريحة الفقراء والمحتاجين والمتقائدين طبعا الموضوع المبلغ المليار وتسعمائة مليون هذه مبالغ متراكمة في المصارف المتواجدة في محافظة الأنبار وتم من خلال الهيئة التدقيقية الموجودة في هيئة التقاعد الوطنية فرع الأنبار من قبل موظفي الحسابات تم يعني موجود عندنا قانون المبلغ عندما يعبر عليه ستة أشهر نقوم بقطعة قطع هذه المبالغ طبعا وقطعنا ما يقارب مليار وتسعمائة مليون عراقي تم إرجاعها إلى خزينة الدولة في محافظة الأنبار كنا كنشطاء مدنيين ومراقبين للوضع العراقي الاقتصادي كنا نتأمل حكومة تصير أكثر جدية وتكون شفافية أكثر وتوضع حلول منطقية للوضع الاقتصادي المزري عندنا مشاكل اقتصادية بالجنوب عندنا مشاكل اقتصادية بالشمال شبه انهيار اقتصادي وتفاجئنا بالقرار الغير مدروس من الحكومة برفع أسعار الدولار أصلا هو كان كنت لاعب وعدم شفافية بالموضوع أكوة أحزاب كانت تشتري بسعر وتبيع بسعر بعدها صارت هذه اللعبة اللي هي رفع أسعار الدولار مما أثر سلبا على المواطن البسيط ارتفعت أسعار الأدوية والمواد الغذائية بنسبة 20% وهذا احنا لمسنا كمواطنين عاديين كان بالأحرى من الحكومة تنظم عملها المالي سرعدة شفافية تعرف شلون تدير الأموال بداخل الأسواق الموظف العراقي اللي هو معروف يستلم راتبه بالعراقي اللي هو يعمل بمؤسسة ودائرة عراقية وليس أجنبية اللي جاي نشوفه يستقطع رواتب الموظفين على حساب سعر الدولار ويحسب للموظف سعر الدولار 145 اللي جاي يشوفه حاليا هاي اليومين استلام رواتب الموظفين من أصحاب المكاتب يتعامل أبو المكتب مع الموظف كسعر الدولار نحن الموظف العراق هو راتبه يستلم بالدنار العراقي وليس بالدولار اللي مطلوب رقابة صحيحة من الأمن الاقتصادي ما إلى أي دور بالعراق اللي لو كان أكو دور ما كان أكو ارتفاع هائل بالأسعار المواد الغذائية وكذلك حتى المنتوجات المحلية جاي نشوفها ارتفعت وربما حتى اللي جاي نشوفها حتى على حساب الموظف والموظف بدان ما يستلم راتبه كل شهر بالدنار العراقي جاي يتحاسب على حساب الدولار وهذا شي غلط يعني هي المنظومة الاقتصادية في كل دولة ترسم سياستها الحكومة الاتحادية الموجودة نحن بالعراق مع الأسف شهدت هذه المنظومة تقلبات عديدة اللي بسبب السياسة اللي ترتبط بأمزجة مختلفة وعدم دراية ومعرفة كاملة بالسوق العراقي والسوق الاقتصادي العالمي لذلك الفتحة الأخيرة ما شهد من صعود بصرف الدولار وتأثيره السلبي وانعكاسه على المواطن خاصة طبقات الفقيرة والمهمشة كان تأثير إلى واضح وكبير استغل مع الأسف نقولها بعض ضعاف النفوس من التجار بزيادة أسعار البضاع المخزونة لديهم وبالتالي امتناع المواطن الفقير عن الشراء أو الولوجة للسوق العراقي قرارات الحكومة العراقية ووزارة المالية ومجلس الوزراء بتصعيد الدولار وانهيار الدينار أمامها هذه قضية ملفتة ومعيبة بحق الحكومة العراقية والشعب العراقي وأن الحكومة نعتقد قد عاقبة الشعب العراقي عقوبتين عقوبة تنزيل الرواتب وعقوبة انهيار الدولار وهذا بكل دول العالم تسعى لتحسين دينارها أو عملتها الوطنية مقابل الدولار نشوف العراق العكس ما نعرف شن السياسة النقدية اللي جا تتخذها الدولة تجاء هذا الموضوع الضحية المواطن الضحية تاجر تجزئة ونشوف احنا العمليات اللي جاية حاسب القوات الأمنية حاسب تاجر تجزئة بالبيع على السعر القديم وهو يشتري بضاعتها بالسعر الجديد وبالوضاعة اللي هبطة أسعارها توقعات كثيرة بأن ترتفع أسعار النفط مرة أخرى مطلع العام المقبل وربما تتجاوز حاجز الخمسين دولارا للبرميل الواحد نتيجة الالتزام باتفاقات أوبك الخاصة بخفض الانتاج النفطي أو هذا ما جاء في مؤتمر النفط والغاز في العاصمة بغداد مؤتمر حضرته كبرى شركات متخصصة في مجال النفط والطاقة على أمل خلق صناعات نفطية أخرى تساهم في تعدد أبواب تمويل الموازن العامة التي تعتمد بالأساس على واردات النفط بنسبة 95% وإن كانت هناك بعض التحديات التي قد تساهم في تراجع أسعار النفط مثل وباء كورونا عقدنا هذا المؤتمر لعدة أهداف الهدف الأول من عنده هو جمع الشركات العالمية مع صناع القرار من الحكومة العراقية ومع الشركات العراقية المحلية التي تطلع للعمل مع الشركات العالمية هذه من الجهة الجهة الثانية مثل هذه المؤتمرات تشجع على العمل ضمن السوق العراقي وبالتالي تطوير الاقتصاد العراقي والهدف من عنده هو تطوير الصناعات النفطية المرتبطة بصناعة رئيسية للنفط ليس فقط الاعتماد على النفط وإنما تنويع الاقتصال العراقي من خلال الصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي هذا المؤتمر كان فرصة أيضا لدخول بعض الشركات للاستثمار ليس فقط في مجال النفط وحسب بل حتى في قطاع الغاز المصاحب لاستخراج النفط حيث أن العراق يخسر سنويا ما قيمته 3 مليارات دولار نتيجة افتقار الحقول النفطية لمعدات جمع الغاز في وقت يستورد العراق الغاز الطبيعي من بعض دول الجوار كإيران ولهذا فإن دولا غربية مثل كندا أبدت استعدادها للاستثمار في هذا القطاع المهم والذي لم يستثمر بعد من المهم تبني سياسة خفط الكربون في العراق وطبعا كندا من أهم البدن التي أكدت على إحمية هذا العامل فطبعا قبط الغاز هذا الجوز لا يتجزى من قبط الكربون فهناك نية واستعداد لشركة الكندية والمؤسسات الكندية للمشاركة في مثل هذا المجال لا شك أن هناك مجال للتحصن ونحن موجودين ومستعدين للشركة مع المؤسسات الهكومية العراقية وشركة العراقية كذلك وبحسب خبراء الاقتصاد فإن هناك تحديات كثيرة ومتعددة تواجه الاقتصاد العراقي فيما يعاولون على ورقة الإصطاح البيضاء التي أطلقتها حكومة الكاظمي من أجل تصحيح المسار وفتح أبواب جديدة لمساعدة العراق اقتصاديا منها أعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص في الاستثمار ليس فقط على مستوى النفط بل على جميع المستويات الأخرى هي أكثر من مهمة وأنا أستطيع الرجوع إلى الورقة البيضاء الورقة البيضاء التي صدرت بإجماع مجلس الوزراء العراقي في شهر تشرين أول الماضي أكتوبر واضحة وصريحة في مقدمتها وفي تشخيص الحالة الاقتصادية للعراق بأن الحكومة أقرت بأنها سوف تعطي للقطاع الخاص الفرصة الحقيقية في إدارة العجل الاقتصادية وعدم اعتماد فلسفة ما كانت تقوم فيها الدولي أن القطاع الدولي نفسها هي تدير العجلة الاقتصادية فالقرار واضح من مجلس الوزراء بأن الدور القادم الآن والبرقة البيضاء اللي هي البرنامج إصلاح الاقتصادي لمدة خمس سنوات للقطاعات الاقتصادية كافة في العراق قطاع المصرفي والقطاع المالي أخذ أهمية خاصة وبأن هناك سوف يكون في دور للقطاع الخاص دور واضح ورئيسي في قضية التنمية الاقتصادية وخلال السنوات الخمس القادمة ويمثل العراق أرضية خصبة للاستثمار خاصة أنه يعد من البلدان الغنية بالمعادن إضافة إلى النفطة لكن ثمت مشكلات دائما ما تواجه الاستثمار أهمها البيروقراطية في إدارة مؤسسات الدولة التي أصبحت طاردة للمستثمر بعكس ما تقوم به حكومة كردستان من إبداء التسهيلات اللازمة لحث المستثمرين على الاستثمار لبرنامج حديث الاقتصاد أحمد فيني زاكروس تيفي احنا وجودنا اليوم لمتابعة تطور تنفيذ مطار كربلاء اللي هو يعتبر من أهم المشاريع الاستثمارية في العراق اليوم وهو مشروع استراتيجي بمعنى الكلمة مو فقط لمحافظة كربلاء وإنما للعراق كله أولاً لأهمية الموقع وثانياً احنا الآن لا يخفى على أحد الصعوبة الاقتصادية اللي نواجهها المشاريع مثل مشاريع مطار كربلاء وفي مدى الطلبات الاقتصاد العراقي في المرحلة الحالية والقادمة حيث أنه ينعش قطاعات اقتصادية خارج نطاق النفط ويعظم من إيرادات الدولة ويحيي الاقتصاد بشكل عام فإحنا داعمين لها المشروع الاستراتيجي والمشروع المهم للعراق كلها ولياقتصاده قطاع السياحة قطاع القطاع الأول بالخسائر القطاع الذي تضرر بضرر فادح بضرر لا يقاس الآن قطاعنا قطاع السياحة قطاع السياحة منذ المظاهرات التشرين والاحتجاجات الشعبية وبعدها جائحة كورونا والآن تقريباً القطاع بدأ يعمل بدرجة صفر يعني ماكو عمل القطاع السياحي قطاع مهمل ورقة الاصلاح الاقتصادي اللي تتكون من مي الصفحة لم تشر في كلمة واحدة للقطاع السياحة وكأنما لا يوجد لدينا قطاع سياحة في البلد هذه رسالة لحكومتنا رسالة للسيد الرئيس الوزراء رسالة لكل من لديه القرار قطاع السياحة هو بديل النفط قطاع السياحة هو مكمل لقطاع القطاعات الأخرى إهمال هذا القطاع سيكون له آثار سلبية على كل المجتمع عدنا خسارتين تكونت خسارة بالعقار اللي هو أصل الفندق وتكونت عدنا خسارة بالإنتاجية وبالعمل فإذا إحنا خسارتنا خسارة يعني مركبة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقية ألقى بظلاله على شرائح كبيرة في المجتمع العراقية سيما المقاولين والشركات منهم أكثر المشاريع الخدمية والعمرانية في محافظة كربلاء المقدسة ستتوقف بسبب رفع سعر الدولار كما حذر عدد من المقاولين من عزوف كبيرة في إنجاز المشاريع أعتقد إحنا أكثر الناس ستأثرنا أو راح نتأثر بارتفاع سعر الصرف للدولار المواد سحنا باعتبارنا سكشركة مقاولات مبلشين دين نشتغل مدارس الحديد صعد المواد صعدت يعني أقل شي فد 20% راح تصعد علينا الأسعار وما نعرف الحكومة راح تعوض ما أو لا والله أكو فكرة أو طلب من الاتحاد العام أنه إذا ما استجابت الحكومة سبع تالاف مشروع لقيد الإنشاء راح تتوقف المقاول أدى إلى تبليغ نال في أكثر من المحافظات بأن يتم التوقف عند عدم النظر بحقوق المسلوبة في ارتفاع المبالغ صرف الذي أتى إلى خسار كبيرة اليوم المقاول من يخسر 20% ما يتم تعويضها بسهولة فمن ما يأدي إلى خسار كبيرة فيتوقف أفضل من ما يسير بأخسار وراح يتم دخول شركته إلى القامة السوداء وعدم شموله بالما يدل على تهيئته بالمستقبل على الإجراءات لعدم حالة أي مشروع له الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة من جانبها بيّنت تخوفها وقلقها من أزمة خدمية جديدة تحصف في المحافظة بسبب القرار الحكومية مؤكدة أن ضرر الأكبر أصاب الشركات كون أغلب المواد مستوردة ويتم شراؤها بالدولار الأمريكي أكيد التغيير في سعر صرف الدولار مقابل الدينار هذا طبعا موضوع مهم جدا وأكيد إلى تأثيرات صعبة على مستوى المشاريع ولكن نحن نتوقع أنه هناك ستكون حلول واستدراك لحلول مهمة بهذا المجال أكيد لا تغيب عن المشرع أو لا تغيب عن صاحب القرار هذه الخطوة باتجاه قضية المشاريع وقضية الشركات المنفذة وحذر خبراء اقتصاديون ونواب من أن رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقية سيزيد من معدلات الفقرة مشيرين إلى أنه سيلحق أضرار كارثية بالفقراء ومحدود الدخل وتوقف الكثير من المشاريع لبرنامج حديث الاقتصاد معتزل عبودي كربلاء المقدسة اشتركوا في القناة رقابة هسا وحاجتني قال لي بيش تبيع الزيت قلت له بلفين أبو التسعمية قال راح تتحاسب عليه لازم ما تبيع تبيع أقل من عنده لازم ترجح هذا لازم هسا أنا رجع إذا أرجع شين يذن بهذا وما يرجع يعني قلت بيعتك أنا وبعتك نقدي يعني عدك هسا الزيت والشكر كله نقدي طبعا أثر على المواطن دمر المواطن شنو الأسعار سيئة البيض سبعة ونص الطماطة صعدت الخضراء كلها صعدت يقول الخمسمية راتبة خمسمية نحن ما راح نطرق له أنت شين ما تطرق له أنت هسا سقطت ودمرته سيت بيض يأخذه أربع بيضات بألف هاي منجزات يعني هاي منجزات الشهيد الحي هذا اللي يجيه إصلاحي وهو بالنسبة إليه بالنسبة إليه والله العظيم كان يستحي على نفسه أسالف لك أنا على سر هو سببها من هو غير سببها هو سببها أنه هذا الإصلاحي جابونايا والأسعار ما شاء الله شوفها شوفها يا بي شنو ليه صعدت ليش ليش والله صعد الدولار تعبتنا هالحكومة كلش والله مللتنا يعني مللتنا مو بكل وسيلة قاعدت عاربنا حتى برزقنا يعني الناس ما أدري يعني أبو الأجارة صعدوا عليه الأجارات يعني حتى لو زود الأجار عليه صعد عليه الوراق خسد دور الدمر بعد ما يشتغل ماكو يعني ماكو شغل بعد ماكو شنو سبب التباع التباع كل دولار كل سبب الدولار هذا الدهن السا والشكر والمواد الغذائي اللي الطيم هي وستين ألف دينار راح صعد عليه بطل ديهن صعد بلفين دينار يعني شين شتري بعد شتري ماكي شتري شيني جيبل يعني شيني بفكرنا سابت دخلنا صعد المعيشة مغالية كلش يعني والله تعبونا تعبونا ذولة كانت سنة 2020 بالنسبة للكثيرين من سنة مليئة بالكوارث والكآبة بحيث بدل بعض في وصف هذه السنة التي شهدت انتشار فيروس كورونا بأنها أسوأ سنة على الإطلاق ولكن إذا نظرنا نظرة سريعة إلى التاريخ يتبين لنا أن العالم مر بسنوات أسوأ بكثير ولذا ربما علينا أن نكون شاكرين لما نحن فيه نتمنى للعالم أجمع في عام 2021 استقراراً أمنياً وسياسياً واقتصادياً وكل عام وأنتم بألف خير وإلى اللقاء